هل أنت حالياً قاعدت تنشي مواقع الإلكترونية لعملائك، أينت حالياً عندك موقع إلكتروني وownersب المواقع على المستوى الثاني؟ فإذا كنت مصمم مواقع الإلكترونية وتحبلك نتعرف على بعض المواقع اللي ستستعر في البيزنز حقك، أو إذا أنت شخص عند موقع إلكتروني وشبني أن يتعرف على بعض المواقع اللي ستساعده في بناء الموقع حقه، فهذا الفيديو سيساعدكم جداً لأنني سأعرفكم في هذا الفيديو على 10 مواقع لازم تعرفها إذا كنت مصمم مواقع إلكترونية أو إذا أنت شخص عنده موقع إلكتروني فهل أنت مستعد؟ فخلنا نقول بسم الله ونبدأ وعندنا أول موقع يقول له Image Compressor إذا أنت مادر أن الصور تعتبر واحدة من أهم الأسباب لبطء الموقع الإلكتروني فإذا كانت عندك صور جداً ضخمة في الموقع عندك فهذا رح يؤدي إلى بطء الموقع فهذا الموقع Image Compressor اللي رح يسوي أنه رح يأخذ الصورة من هنا Upload Files ورح تختار الصورة من هنا وثم Open رح يأخذ الصورة ورح يصغرها بدون ما يغير الجودة فهين أنت رح تشوف حجم الصورة الأصلي هنا وهين رح تشوف بعد ما صغر هذا الصورة زي ما أنتم شايفين فهين في المربع اللي على اليسار رح تشوف جودة الصورة قبل وهين عندك في المربع اللي على يمين رح تشوف جودة الصورة بعد فرح تشوف أنه ما في فرق زي ما أنتم شايفين على اليمين ما في فرق ولا على اليسار في فرق فهذا الموقع جدا مفيد لون أنت حاب أنك تصغر الصورة وأيضا لونك حاب أنك تخلى الموقع حقك أسرع وعندنا الثاني موقع والله هو WB Theme Detector هل في مرة كنت قاعدة تصفح على بعض المواقع وشفت موقع عجبك وحاب أنك تسوي مثله ولكن مت متأكد من نوعية القالب اللي يستخدم في الموقع عنده فهذا الموقع WB Theme Detector رح يوريك نوعية القالب اللي يستخدمه وأيضا رح يوريك الإضافات أو البلغينز المستخدمة في الموقع عندهم فلو حطينا اسم هذا الموقع هنا وثم نكبسنا عند هذا الزر اللي هنا فهذا الموقع رح يوريك القالب المستخدم عندهم والله هو هنا زي ما أنتم شايفين Astra هنا وأيضا رح يوريك القوالب أو الإضافات المستخدمة عندهم زي ما أنتم شايفين Elementor, Elementor Pro, WB Forms وأشياء زي كده هنا أيضا عندك بعض المعلومات لزيارة مثلا عندك مثلا الثيمة, هنا عندك القالب, عندك اللهو مثلا هنا فيه عنده ثلاث إضافات مستخدمة فهذا الموقع رح يساعدك جدا ووحلش أن هذا الموقع مجاني فتقدر أنك تتصفح على أي موقع أنت تبغى وتتعرف على القالب المستخدم وأيضا إضافات المستخدمة عندهم في الموقع وثالث موقع عندنا نقول له بيكسلز إذا كنت تبحث عن صور أو فيديوهات مجانية لموقعك الإلكتروني فهذا الموقع رح يقدم لك أكثر من ثلاثة مليون صورة وفيديوهات احترافية لموقعك الإلكتروني هذا الموقع الأسطوري يقدم لك أيضا عدة حجام يبديك تختار منها عندك الحجم الأصلي وعندك اللارج والميديوم وإيضا السمول وأيضا يبديك تغير حجم الصورة بنفسك حتى أنك ما تحتاج أنك تسوي حساب خاص فيك في هذا الموقع فإذا ما كنت تبغى تصرف ولا دودار فتأكد أنك تشوف هذا الموقع ورابع موقع عندنا وليه هو tool.bingdom.com إذا كنت تبغى تختبر سرعة موقعك الإلكتروني فتأكد أنك تستخدم هذا الأداء هذا الموقع راح يوريك الperformance grade أو درجة الأداء واللي هي مثلا A أو B مثلا ورح يوريك أيضا حجم الموقع حقك وإذن راح يوريك سرعة تحميل الموقع بالإضافة أن هذا الموقع راح يوريك المشاكل اللي في الموقع عندك راح يوريك حجم الخاطر راح يوريك حجم الصور وأشياء زي كده وإذا كان موقعك الإلكتروني بطيء فتأكد أنك تاخد نظر على هذا الموقع لأن هذا الموقع راح يوريك أي جزء في الموقع عندك المفروض أنك تحسن فيه أو أنك تركز عليه وعندنا خامس موقع يقول له freebook.com هذا موقع ثاني أنت يمديك تستخدمه إذا كنت تبغى صور لموقعك الإلكتروني ومو بس كده هذا الموقع يقدم لك صور أيقونات وأيضا صور ثلاثية الأبعاد هذا الموقع فيه اشتراك مجان واشتراك مدفوع فلو أنك قررت أنك تروح مع الاشتراك المدفوع راح يمديك أنك تختار أكثر من 14 مليون صورة وأكثر من 600 ألف ملفات PSD وأيضا أكثر من 5 مليون صور ثلاثية الأبعاد وكل هذا يمديك أنك تحصل عليه فقط بعشر دولار شهريا وسادس موقع عندنا وله flat icon وبكل بساطة هذا الموقع يقدم لك أكثر من 7 مليون أيقون وأيضا أيقونات متحركة أنت يمديك تستخدمها في موقعك الإلكتروني كل اللي عليك أنك تسوي أنك تجي لهذا الموقع وتبحث عن الشيء اللي أنت تبغاه مثلا ويب سايت أو أي شيء وثم تختار الأيقون اللي أنت تبغاها بكل بساطة بلسك هذا الموقع رح يوريك كيف رح يظهر موقعك الإلكتروني في أكثر من جهاز بعض الأدوات لما تستخدمها لما تبني موقعك الإلكتروني ما رح يوريك بالضبط كيف رح يظهر موقعك الإلكتروني في جهاز معين فهذا الموقع رح يساعدك في عظم موقعك الإلكتروني في أكثر من جهاز بحيث أنك تعرف مثلا إذا كانت جهاز الآيفون 13 مثلا مناسب أو لا أو جهاز الجالكسي مثلا مناسب أو لا فهذا الموقع جدا مفيد إذا أنت حاب أنك تشوف موقعك الإلكتروني في أكثر من جهاز لأن مثل ما نعرف أغلب زوار المواقع يجوا من جهاز الجوال وعندنا ثامن موقع واللي هو Web Design Inspiration فهذا الموقع راح يساعدك جدا إذا كنتم يحتاركه في أنك تصمم موقعك الإلكتروني هذا الموقع راح يعطيك أفكار و راح يوريك تصاميم لمواقع الإلكترونية فأنت راح تشوف هذا التصاميم و راح تأخذ بعض الأفكار من هذا الموقع و ثم راح تطبقهم في موقعك الإلكتروني وعندنا تاسع موقع و اللي هو WhatFont هل في مرة كنت تصفح موقع و شفت عنده نوعية خط جدا جميلة و حبيت أنك تحط هذا نوعية الخط في الموقع عندك ولكن من تعرف اسم نوعية الخط باستخدام هذا الإضافة راح يمليك أنك تشوف نوعية الخط المستخدمة في هذا الموقع وآخر موقع عندنا في هذا الفيديو و اللي هو PageSpeed Insights هذا الموقع من جوجل نفسها راح يوريك أداء موقع الإلكتروني في جميع الأجهزة هذا الموقع راح يوريك سرعة التحميل في جهاز اللابتوب و أيضا للجوال و أيضا هذا الموقع راي يعطيك تعليمات Antimd تسويها بحيث أنك تركي الموقع حقك أسرع في جهاز اللابتوب و أيضا للجوال فأتأكرا انك تاخد نظرا على هذا الموقع و شوف الأشياء التي بديك تسويها عشان يكون موقعك الإلكتروني أسرع شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية فأتمنى منك انك تقول لي رأيك تحت في مكان التعليقات عن هذا الفيديو 10 مواقع لازم تعرف إذا كنت نصمم مواقع الإلكترونية أو إذا أن شخص عنده موقع الإلكتروني حاب أني أخذ هذا الموقع للمستوى الثاني هل راح تستخرمون هذا المواقع أو لا؟ كان معاكم هادي مع السلامة